تحت شعار لا أجازات الحكومة الجديدة من أول يوم ويمكن من أول ساعة بدأت شغل شفنا النهاردة على مدار اليوم جوالات للسادة الوزراء والمحافظين شفنا مثلاً سفر وزير تعليم والتعليم الفني لمحافظة إنا شفنا جوالات لمحافظ الجيزة ومحافظ الأليوبية على سبيل المثال واجتماعات مستمرة ونتائج بتظهر كل يوم على الأرض النهاردة والموضوع المهم اللي بيفرض نفسه على الساحة المحلية والسياسية هو أن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بتواصل اجتماعها لليوم الثالث على التوالي بحضور الوزراء المعنيين والوزراء النهاردة وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور طبعاً المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة أعلن أن برنامج الحكومة الجديدة بيؤكد أن المناقشات اللي بتتم خلال هذه الجلسات ما بين الوزراء والنواب بتعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن ويمكن ده ترجمة فعلية وترجمة حقيقية للعنوان الرئيسي لبرنامج الحكومة معاً نبني مستقبلاً مستداماً في إطار الحفاظ على الأمن مصري القومي والسياسة الخارجية وكمان بناء الإنسان المصري في كل الجوانب بناء الإنسان المصري زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده بيشمل الصحة بيشمل التعليم بيشمل الإسكان بيشمل مظلة الحماية الاجتماعية كل دي أمور وملفات مهمة بيتموا منقشتها يومياً بدون أجازات وبدون انقطاع اليوم بيشهد جلسة وجلستين لمناقشة برنامج الحكومة اللي قدمه رئيس مجلس الوزراء من كم يوم واللي جان منعقدة دائماً في إطار من الشفافية والديمقراطية زي ما أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية قبل كده وجو من الديمقراطية والمكشفة والصراحة كل ده لمصلحة وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين احنا كمواطنين مستمرين ومتابعين دايماً كدورنا كإعلام للجلسات واللي بيتم فيها من مناقشات وموضوعات همة كلها بتخدم هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن وتحديداً فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية ويمكن ده اللي بدأ مناقشتها في مدار اليومين اللي فاتوا والنهارده اليوم الثالث مبارح كانت وزارة الصناعة ووزارة النقل وعدد من الوزارات تم مناقشتها أيضاً في اليوم الأولاني متابعين مع حضراتكم يوم بيوم أعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا البرنامج في إطار المدة الزمنية المحددة لها عشر أيام وبعد كده عرضها على المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة لكن المهم إن احنا بنتابع المناقشات وبنشوف كمان نتائج على الأرض جولات المحافظين وجولات السادة الوزراء في كل الأماكن تحت طائلة عملهم أو شغلهم بنشوف نتائج ملموسة بنشوف قرارات بتتاخذ في ملفات كتير ربما بتمس المواطن من الدرجة الأولى وده يدي شعور للمواطن إن الحكومة لم تتغير حكومة مستمرة في العمل بناء على ما تم تنفيذه الفترة اللي فاتت لولا البنية التحتية اللي تم العمل عليها السنوات العشرة اللي فاتوا كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة ومشاكل كبيرة بتواجه الحكومة الجديدة في تنفيذ الخطط اللي موكلة لها تنفيذها في الفترة اللي جاية علشان المواطن يبدأ يشعر إن الدماء عندما تتجدد في بعض الملفات وبعض المشكلات بيتم العمل عليها وحلها ده فيما يتعلق بالشأن المحلي والموضوع اللي شاغل الناس كتير والمتابعين ليه مهتمين جدا بما يدور داخل مناقشات اللجنة الخاصة المشجلة لدراسة برنامج الحكومة شكرا